مرحباً لكم مشاهدينا ودائماً في هذه الأجواء زوينة اللي كتجمعنا في بلاتو برنامج أستراتي والتحقات بنا صديقة البرنامج والأخصائي النفسية نار جيس لمغبر أهلاً وسهلاً ومرحباً شكراً بمروان شكراً مرحبا بيك دائماً كنتشرفه بلقائك سيداتي بلقائك سيداتي دائماً مواضيع زوينة بزاف كتنفعنا وكتغير من طريقة دي التفكير دينا في الحياة فبعد المرة تخصنا نحطفوها لبليسة باش نشوفوا الحياة بطريقة أخرى باش نكلينا نعيشوها بواحد الجودة يا كازين بكتجمكة القادية دي الجودة في الحياة يلا على بركة الله اليوم اختارينا للمشاهدين دينا موضوع تقدير الدات مؤخراً وإننا كنسمعوه هذا المصطلح بزاف كنا بغينا نتصالحوا مع داتنا كنا بغينا نقدروا داتنا نبغيو نعطيه واحد شرح أو واحد تفسير عام من هذا الموضوع أكيد أننا نترقل هات المواضيع لأننا كنسمعوها بزاف يعني في التنمية البشرية والإعلام مشكور يعني كنترق هات المواضيع لأنها جد مهمة ونبغيو نترقل هات الموضوع باش نعرفو الخلط اللي كان في المفاهيم مثلا ما بين تقدير الدات وما بين التقى بالنفس لأنه بزاف دي الناس كيخلطوا هات المفاهيم هذي فباش نبدأ وغادين نقولوا شو مفهوم الدات أولاً مفهوم الدات وهي الصورة اللي كنشوفو بها نفسنا النظرة اللي كنشكلو على نفسنا والشعور المصاحب لهات الصورة هذي هو اللي كي يقول لنا تقدير الدات أو اللي كي يحدلنا تقديرنا لذاتنا فإلا كان الشعور المصاحب للصورة اللي كنشوف بها نفسي سواء صورتي الداخلية أو صورتي الخارجية إلا كان هذا الشعور هذا إيجابي فيه نوع من الرضا عن النفس فيه إحساس بالفخر وبالاعتزاز فيه كنشوف الإيجابيات فأكيد أنا هو عندي واحد تقدير سوي لذاتي واحد تقدير متوازن لذاتي بينما إذا كان شعور مصاحب لهذه الصورة هذه كيفش كنشوف نفسي إذا كان واحد شعور سلبي ما كنشو واحد الإحساس بالرضا أو لأنني كان حاسب راسي قلم لأخرين أو لأنني كان شوف غير السلبيات اللي عندي فهذا كيتسمى تقدير متدني للذات أو الإحساس بالدنيا نرجس كيفاش ممكن يتشكل عندنا تقدير الذات؟ تقدير الذات كيتشكل منذ الطفولة بل منذ اليوم الأول كيشوف فيه الطفل النور يعني من خلال نظرة دي الوليده للوم من خلال معاملات دي الوم معاه من خلال التربية اللي كيعطيوه من خلال الحب والحنان والإهتمام والوقت اللي كيعطيوه لوليداتنا فالطفل بس كيشكل صورة دي الو على نفسه كيشكل من خلال نظرة دي الوليده لله قيمته اللي كيعطيها النفسه من خلال القيمة اللي كيعطيها وليده لله علاقته بالآخرين وبالحياة من خلال تعامل دي الوليده معاه من خلال تعامل دي الهم مع بعضيتهم ومن خلال تعاملهم مع الناس فهكذا كذلك نشكله صورتنا الذاتية وصورتنا حول العالم الخارجي وتقدير الذات فيه ثلاث مكونات أساسية التي تكونها تقدير الذات كين لاموغ دسوة حب واحترام الذات كين ليماج ألف على غدسوة يعني الصورة والقيمة التي أعطينا نفسي وكين لكون فينسان صورة أتقى بالنفس يعني أتقى بالقدرات والإمكانات والإيمان بأنني قادر أنني نصل وأنني ننجح وأنني نحقق أهداف إذن إلى الوالدين عرفوا كيف يخدموا على هذه الثلاثة للقيام ويعززوهم عنده لذاتهم ويعرفوا كيف ينميوهم فأكيد أنهم يمكنوا لذاتهم أنهم يكونوا عندهم تقدير لذاتهم منذ الصغر وهذا شيء يبقى معهم حتى يكبروا وعلى شاء تقدير الذات مهم جداً لأنه هو أساس نجاح في الحياة بل صورتنا على نفسنا هي مصدر تعاستنا أو مصدر تعاستنا في الحياة نرجس بزاف دي الأباء كيتفرجوا في البرنامج دينا الآن وفاش نقصهم في ولداتهم أو لك نقول لهم أن واحد القيام كيتعزز في الطفولة يعني فاش كي يبدور ربي ولداتنا في الأشهر الأولى في السنوات الأولى بزاف دي الأباء غادي تسألوا كيفاش يمكننا نعززو هذه القيام عند الأطفال دينا هي في حقق حلقة كاملة باش نتطرقوا هكذا الموضوع ولكن غادي نذكروا بعض نقاط أساسية ولا بدا ما تكون إلينا بغينا نعززو هذه القيام عند ولداتنا ولكن نقول بأن الإنسان يولد على فترة وهذه فترة هذي شنهية وهو أنه متقبل لذاته محب لذاته عنده تقدير واحترام لذاته ما كيشوفش العيوب اللي فيه أو النقائص اللي فيه أو أنه مختلف على الأخرين إذن طريقة معاملتنا مع ولداتنا والتربية اللي كنعطوهم والبرمجة اللي كتبرمجوا عليها ولداتنا هي اللي كتخليت القيام هذه تعزز وتبقى متوازنة أولا كنقللوا منها إذن أنا نذكر خمسة دي النوقات اللي خصنا تكون حاضرة في الدهن دينا باش كنوا كنوا نتعاملوا مع ولداتنا أولا مني كنوا 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 ربيوا ولداتنا اللي غادي تخليت القيام هذه هذه نعززوها أولا الحب الغير شرطي ما يمكنش الأطفال دينا يحسوا بأنهم باش يستهلوا الحب دي الوالدهم خصهم يكونوا في واحد صورة معينة أولا يكونوا كيدروا شي حاجات أولا تقرون مزيان أولا تقرون مزيان أو لك أتاكل أو لك أتسمع لي ولا 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 يعني ممكنش نقللوا هذا يكونوا حب مطلق وغير مشروط لأن من الأساسيات والمحتياجات الأساسية دي الطفل هو الإحساس بالأمان ذلك الإحساس بالأمان كيجي من الحب المطلق دي الوالده الثاني حاجة وهي نعطوهم الوقت نعطوهم الوقت باش ننقلسوا معهم باش نلعبوا معهم باش نحكيولون القصص لأنه كان فرق كبير ما بين التربية والرعاية وهنا كان صح الأباء اللي كهمهم هذا الأمر كان واحد الكتاب الرائع للدكتور طارق سويدان اسميته تصحيح المفاهيم الخاطئة اللي تفسر الفرق ما بين الرعاية والتربية الرعاية وهي أنه يفرح احتياجات الأساسية دي الولدي من مأكل من مشرب من مدراسة من أنه إلى مريض من داعي الطباب وبين التربية اللي هي تعزيز القيم وزرع القيم وكيفاش أنك تكون قدوة تنوري ذاتك كيستندوا عليها حياتهم كلها الثالث حاجة هي نعملهم باحترام يعني حتى مني كيكون واحد صلوك خاطئ تمني كنبغلون وجوه في واحد صلوك دائما نعمل ذاتنا باحترام هذا كإنسان كيستهل الاحترام بحالو بحال إنسان كبير إلا ما كانش كتر لأنه من تمام ومن تمامي كيشكل الاحترام لنفسه الثالث حاجة هو الوقت اللي كندوزهم مع الوليدات نخص يكون أمامون دو كاليتيك يعني مثلا أنت الوقت ماشي مهمش حاك ندوزونها جودة يكون فيه جوزة عالية يعني مثلا نحكم معهم يعني كنشحنوا بالمشاعر الإيجابية وبالطاقة الإيجابية وخامس نقطة مهم أنا نذكرها لأنها مازالة موجودة للأسف كينا دخلت الثقافة دينا وهي عدم المقارنة مني كتقارن ولدك كتنقص من قيمته يعني هو باش نكي بغي يحدد قيمته كيشوف شو كيساوي بنسبة لأخر شو وقل ولا ولا أكتر وهذا خطأ إذن نتفادوا هات الأخطاء هذي اللي كندروها في التربية دينا سمحي يا نرجيس بالنسبة لأبناء دينا مثلا الإبن ديالك أو لأبناء ديالك بنتك دارت واحد الخطأ وقلتي لهم ما بغيتش نتكلم معك دبا لأنك غلطي أو لأنا مقلقة إليك وش هذا ممكن يأثر على تقديره لداته؟ على حسب طريقة كيفاش كتقولها وأول حاجة أخصنا ندروها سواء كان طفل أو لإنسان الكبير وبمعنى كان ندروها الطفل دائما نفرقه الشخص والسلوك مني كتقيس الشخص كتقيسه في ذاته هذي اللي كنندروها تشكيل الذات مني كتقدر معه ولا كتعيره أو لكتقوله حدك المقاسي ولا كتتعداله كتقيسه في ذاته ما كتقيش في السلوك وحنا الهدف دينا هو أن نوجه السلوك إذا أنت لك أنت حاجة كبيرة كيف ما قلتي ما قدرت نهضر معك ذاته؟ أول مثلا كنبغيك ولكن أنا مفقش على السلوك هذا دائما نفرقه ما بين الشخص ما بين الدات وما بين السلوك هذه يعني الفرق اللي يخصي يكون واضح في طريقنا التعامل مع ولداته نرجيس إلا رجعنا للحديث بصفة عامة على تقدير الدات ما هي العلامات اللي كتبالي أنا كشخص اللي ما عنديش تقدير ديال الدات ما بين العلامات اللي كتصدل على أنه كان واحد تقدير متدني للدات وهو الإنسان اللي كيتنا دائما مدحو التشييع من الآخرين علاش لأنه قيمته يحددها بعدد الناس اللي كيبغيوه أو للناس كيفاش كيشوفوه أو لا كيفاش كيمدحو فيه لأنه ما كيعرفش يحدد قيمته بنفسه ما بين الدلائل أيضا على أنه كان واحد المشكل وهو الإنسان اللي كيبقى يتشكى بزاف كيبقى دائما أنا الضحية أنا ما عنديش أنا يعني مشحون بواحد المشاعر السلبية لأنه كيحس بأنه ما عندوش قيمة الإنسان اللي مكيقدرش يقول لا وخاشي حاجة ما موالماش ولما شيف الستاع دياله ولما شيف القدرة دياله ولا فقط هو ما بغيش يديرها مكيقدرش يقول لا لأنه شنو غادي يقول ليا الآخر الإنسان اللي مكيبغيش شكل دياله مثلا عندو مشكل مع شكل دياله مع الجسد دياله مع مثلا لون البشرة ولا الشعر ولا غلط ولا رقيق فهذا إنسان عندو عندو تقدير متدني لدات لأن الصورة الخارجية دياله ما كتعجبوش نحن نقوله تقدير الذات أو الصورة اللي كنشوف بها نفسنا فهي الصورة الخارجية وأيضا الصورة الداخلية الغرور والأنانية بالزاف لك يدنو على أن الإنسان الأناني وعندو تقدير عالي لداته وهذا خطأ بالعكس كينو حصورة مشوهة على نفسه فكيدخم ذاك الآن باش كيغطي على النقائص دياله دونك هذا غلط هذا ماشي نهائيا تقدير لدات ما بين العلامات أيضا وهو الإنسان من كدير واحد في حياته كلقاء بأنه عندو أصدقاء حقيقين أو لو قدش تدام كلقاش عندو أصدقاء حقيقين ألاش هو ما عارش فقيمت نفسه فكيفاش غادي يعرف يختار الناس اللي غادي يعرفوا بقيمته هوية ولا للناس اللي كيشبهوه ولا الناس اللي غادي يتفهم معهم إذن هذه أيضا من بعض العلامات اللي كتظل ربما كين هناك تقدير متدني للدات ما بين العلامات أيضا وهو الإنسان اللي كيعتمد على المظهر الخارجي دياله أو اللي كيعتمد على السلطة أو للمكانة أو للموارد المالية دياله أو للمشيات اللي عنده اللي يكتسبها في الدنيا باش يفرض الوجود دياله ويتبت الوجود دياله ويحسب أنه عنده قيمة لأنه الشعور الداخلي بأنه عنده قيمة ما كاينش أو من عدم أو قليل فبالتالي كيعودوا بالأشياء الخارجية لأن الإنسان متردد دائما متردد باش يأخذ قرارات متردد باش يأخذ الرأي دياله متردد باش يأخذ الرأي دياله فهذا كيرجع لسببين يا إما أنه كي يظن على أنه ما غير يقدرش يأخذ القرارات الصحيحة أو لكي يخاف من نظرات الآخر ومن الحكم الآخر عليه والإنسان الذي يميل إلى الكمال وإلى المثال هو إنسان قاسي جدا مع نفسه ما كيسمحش لرأسه بالأخطاء إذن فهذا إنسان عنده تقدير متدني ديالذات نعم وإحنا ما بغينا يبقوا عندنا مشاكل في تقديرنا لذاتنا بغينا نصلحوا مع داتنا كيفما قلت حيث هي السارت أو لديك المفتاح باش يمكن لنا نحلوا بزاف ديال المشاكل في حياتنا اليومية نعرفوا حتى كيفاش نتعاملوا مع الناس بطريقة عادية اليوم بغينا نخدموا على رأسنا وعينا أنه عندنا واحد نقص في تقديرنا لذاتنا كيفاش نقدروا نخدموا على رأسنا ونبدلوا مجموعة من الأخطاء كنديروا في حياتنا اليومية ونعزوا تقدير الدات عندنا اللعنة تقولوا تقدير الدات تقولوا الصورة اللي نشوفو بها نفسنا باش نعرفوا الصورة اللي نشوفو بها نفسنا فاخصنا معرفة الدات أول حاجة شكون أنا؟ منين جيت؟ شنو كان بغي؟ شنو ما كان بغيش؟ شنو ما اللي كاليتي ديالي؟ شنو ما النقائص ديالي؟ شنو ما اللي لميت ديالي؟ شنو ما القيم ديالي في الحياة؟ شو الهدف ديالي في الحياة يعني معرفة الدات معرفة كلية هدية أول خطوة لغمشي فيها باش نعزز تقديرنا لداتنا ثاني نقطة وهي تقبل الدات دب أنا عارفة شو كون أنا إذن تقبل الدات تقبل شكل ديالي تقبل الإنجازات ديالي تقبل أفكار ديالي تقبل أخطاء ديالي هذه ما بين خطوات مهمة وتقبل الدات في جرد الأشياء فيه الإحساس بالرضا والإمتنان والابتعاد عن جلد الدات هي باش ميكت تقبلش الأخطاء ديالي فانت كتتجلد داتك وهاتي حاجة ما شي لون يعطي اللوم والإحساس بالدنب وعلاج وكان خسنيه وكان 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 نعم كانت تقبل داتي كيف ما هي نعم وكان يعني كنعيش الحاضر كانت تسافد من الماضي كان رجع للماضي نحن الباب وكنشوفه وكنتسافد منه وكنعود نشت لباب حب الدات وللتذكير حب الذات ما عنده حتى شي علاقة بالأنانية أو للتكبر أو للغرور أبدا أبدا بالعكس كيفاش غادي تحب وحد الإنسان ما كشك تحب ذاتك كيفاش غا تحطرم وحد الإنسان إلا ما كشك تحطرم ذاتك إذن باش تعطي وحد الحاجة خسا تكون عندك أنت أولا دونك حب الذات وهو أنك تحطرم راسك وأنك ما تقاديش راسك هو أنك تعطي الوقت لراسك تلبي حتياجاتك وأنك تغفر أخطائك وتسمح لنفسك بعدم الكمال والكمالية ما كيناش هذه يعني من الخطوات وأنك كنت طويل قصير صمر بيض أنت مخلوق مكرم الإنسان اختاروا الله وفضلوا على باقي الكائنات وكرموا وطلبوا من الملائك أنهم يسجدوا له إذن أنت مخلوق مكرم غير لهذه القادية هذه فأخذك تحب ذاتك التسامح تسامح كي يمكنك أنك تحرر من الطاقة السلبية وتخلي لراسك تجدب الطاقة الإيجابية وتجدب طاقة العطاء وطاقة الحب وتسمح لراسك وتسمح للآخرين تفكير الإيجابي فحياتنا كلها هي ملخص لأفكارنا فإن يكون لديه حيات تفكير سلبي نحذ منه ونمشي لتفكير الإيجابي وأي حاجة رفعها وجهتين أي حاجة أي مشكلة ممكن لننظر لها ونجوش دي المنظورين يعني دايما نحاول نمشي لاتجاه الإيجابي وأيضا الموحيط الإيجابي نختار الأصدقاء الديالي نختار الناس اللي كندوز معهم الوقت بزاف ولي كنقدم معهم الوقت باش يكونوا ناس إيجابيين ويطروا عليها أنا أيضا بطريقة إيجابية نرجيس بغت نرجع معك لواحد نقطة هو شخص دي يكون عنده تقدير متدني للدات تكلمتي على ما تقدرش ياخد قرارات وفي بعض الأحيان كيوصله ربما حتى أنه يبقى يشور هذا وهذا 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 غبيش ياخد قرار في موضوع واحد شو ناصحتك لهذه الناس؟ بالنسبة لهذا الشخص كان نقول له باللي إحنا كنا كبشر عندنا قدرات وعندنا كفاءات يكفي أننا نكتشفوها تشي واحد ما كيفهم حسن من الآخر وتشي واحد ما عنده الحقيقة المطلقة يعني ما كينش واحد رأي صائب ورأي غير صائب لحسب أنتك فاش كتشوف الموقف اللي انت فيه ولحسب نظرتك للحياة وواحد الإنسان وخد كنيته حسنة وخيعتني النصائح فهو ما غديش يفهم حسن مني في حياتي أنا إذن الواحد يتعلم أنه يتحمل مسؤولية حياته وأنه يتحمل مسؤولية قراراته فإذا ما خديتيش بزمام الأمور كتخلي الناس الحياة والطروف هي اللي كتسير لك حياتك وإحنا كنعيشون مرة واحدة دائما مرة وانت يقولها فيعني لازم ما ناخده بزمام الأمور ونحدده ونقرره وطيلة غلطنا ما شي مشكلة كنتعلموا دائما من الأخطاء دينا نعم وإحنا دائما كنحلموا بغد أفضل غد الحب غد النجاح غد تحقيق الأهداف دينا وإحنا في كل مثلا آخر سنة مثلا كنتوصل كنقول لغيزوليسيون وشنو الحويجات اللي غادي نغيروه في حياتنا قبل ما نشوفوا شنو الأهداف اللي بغينا وشنو فين بغينا نوصله نغيرو من دواتنا أولا إلا بغينا غد شباب اللي هو غد ينقوله شباب اللي كي تيقف راسه شباب اللي قادر أنه يغير الأمور فإحنا كآباء اليوم خصنا نغيرو حتى طريقتنا في تربيتنا لوليداتنا ما كراتش نرجس الآباء أو للناس اللي كي شاهدوا البرنامج دينا خلاصة لهاتش اللي يقولناولا أهم النقط اللي خصنا نركزوا عليها باش يمكننا نعزو تقديرنا لداتنا أول حاجة مهمة اللي خصنا يعني نستنتجوها كخلاصة من هات الموضوع وهو أن تقدير الدات وهي علاقتك الداخلية مع نفسك هي الطريقة اللي كتشوف بها نفسك والطريقة اللي كتعامل بها نفسك هي أساس نجاحك في الحياة وصورتك على نفسك رهي مصدر سعادتك أو لا مصدر تعاستك يلي غد تخليك تحقق النجاح في الحياة أو لا غد يتخليك ما تحققش نجاح في الحياة لأنه يمكن تكون عندك أشياء عديدة وممكن تكون كتنعن بالسعادة ومتن ما تشوفهاش أنك مركز على السلبيات لأنك مركز على النقائص لأنك مركز على شنو عند الخرين وشنو ما عندك شنتاية بدل ما تركز على شنو عندك نتاية وشنو ممكن لك تعطي وكي تقدر تعطي لنفسك أولاً إذن دائماً نبدأ أنا بنفسي باش نقدر نعطي لآخر وهذه ناطية هذه ما كنعطي لأبوين والأم خاصة بغيتي تعطي لوليداتك أحسن ما عندك أعطي لراسك شبع راسك باش تقدر تعطيهم يعني إحنا نعطوه دائماً من الفائد اللي كيكون عندنا ممكن إحنا نكونوا محتاجين وإحنا نعطوه الإحتياج هو فقر ممكن إحنا عندي فقر من حب الدات فقر من الحنان فقر من هذا ونعطي نعطي لوليداتي إذن نشبع راسينا أولاً باش نقدر نعطي لوليداتي شكراً لك نرجيس على نصائحك لنا لتمنى أنكم تسافدوا منها مشاهدين وأنا أكيد أنكم ستسافدوا من نصائح نرجيس لنا للهدف مننا أنه نطوروا ذاتنا نصحوا أخطائنا ونكونوا ونعيشوا حياة أفضل